الأطراف الليبية تسعى لإجراء الانتخابات مثلما أجمعت قولاً، غير أن الفعل لم يدرك بعض الاستحقاق أو حتى يتمكن من حسم موعده بشكل نهائي. والسبب، فرقة أخرى تطال هذه المرة مخرجات لجنة 6 زائد 6، الخاصة بقوانين الانتخابات، إذ أصر مجلس النواب الليبي في جلساته لمناقشة مخرجات اللجنة على إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون الانتخابات، وخلالها قرر النواب إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب إلى اللجنة المكلفة بأعداد القوانين 6 زائد 6 لإعادة النظر في بعض بنوده بناءً على ملاحظاته. والملاحظات لإدخال تعديلات على بنود أثارت خلافات في الداخل الليبي. منها المادة الثانية عشرة وتنص على أن تجر انتخابات رئيس الدولة في جولتين. الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى يتنافسان في الجولة الثانية بغض النظر عن نسبة الأصوات التي حققها. ملمح الخلاف استجاد باتفاق لجنة 6 زائد 6 على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في أول جولة شرط أن يتنازل المرشح عن جنسياته الأجنبية للدخول في ثاني جولة. أما بخصوص العسكريين فمشروع القانون ينص على اعتبار المرشح مستقيلاً من منصبه. ليطالب مجلس النواب عبر ملاحظاته الأخيرة بضمان عودة العسكريين إلى مناصبهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات. على الجهة المقابلة تعالت الدعوات الأممية وقد سبق لها إبداع امتعاضها من إعاقة المسير نحو الانتخابات. حيث دع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيل الأطراف الليبية خاصة مجلس النواب لتوافق وحسم خلافاتها حول القوانين الانتخابية حتى تتحرك المياه الراكدة في البلاد. ويبدو أن المخاوف من تراجع توافق نسبي المحاقق قد ازدادت حسب مراقبين. خاصة وأن انعقاد جلسة مجلس النواب المستمرة لليوم الثاني تلت مباشرة انتخاب محمد تكال رئيساً جديداً للمجلس الأعلى للدولة. رغم ذلك أكد أعضاء في المجلسين حرص الطرفين على التواصل واستكمال ما تحقق من تفاهمات تخص خارطة الطريق المرسومة.